طيب دلوقتي حنشوف المقادير بتاعة الوصفة التانية بتاعتنا اللي هي فطاير القرفة اللذيذة الوصفة دي عشان نعملها عايزين اربع كبيات ونص دقيق ميت جرام زبدة معلقة كبيرة خميرة كباية لبن نص كباية سكر اتنين بيض رشة ملح والحشوة عايزين ميت جرام زبدة وكباية سكر بني معلقتين كبار من القرفة طيب حنحط هنا المقادير الجفة كلها كل المقادير الجفة رشة الملح والخميرة والسكر حنقلبهم مع بعض عندنا كباية اللبن لازم تكون دافية هنحطها بالراحة كده وانا بتدي نخلط ونجيب الزبدة هنحط الزبدة ونشوف بقا لو هنحتاج مية عليها ولا كده تمام هنعمل ايه دلوقتي العجينة بتاعتنا هي زي ما انتوا شايفين لازم تتعاجن كويس عايزة كمان هي خمس ست دقايق عجن علشان تديني النتيجة اللي انا عايزاها بس هو العجينة طبعا بتبقى عجينة غنية لان فيها زبدة وفيها لبن فهي بتبقى عجينة لذيذة وغنية جدا هنعمل فيها ايه بقى العجينة بتاعتنا دي خلينا نشوف مع بعض طيب ناخد دي الاول نبعدها علشان نبتدي نفرد ونوريكو بنعمل ازاي الشغل فيها ناخد العجينة اللي خمرت عندنا هنبتدي نفردها العجينة بتاعتنا شايفين ما شاء الله لما بتخمر ممتازة ونبتدي نفردها مع بعض هنا احنا كده تمام يعني مستطيل مربع آآ صعب هناخد بقى الزبدة اللي عندنا وهنفردها على العجينة بتاعتنا دلوقتي انا فردت الزبدة على العجينة هناخد دلوقتي الارفة اللي عندنا وهنحطها مع السكر البني وهنخلطهم وهوزعهم على العجينة بتاعتي بالشكل ده هناخد العجينة بتاعتنا شوفوا هعمل فيها ايه هاخدها هطبقها كده كده تمام واخد الناحية التانية واطبقها عليها كده واخد النشابة افردها شوية بالشكل ده شوية بس انا بلزقها وفي نفس الوقت يعني بلزق الطبقات في بعض وفي نفس الوقت بقلل شوية من السمك اللي حصل بعد ما ضمينا العجينة على بعضها تمام كده ها كده هو بس كده طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي هنبتدي ناخد العجينة بتاعتنا دي وحنقطحها شرائح طولية بس بعد ما نسوي الجوانب فهاخد الجوانب اللي هي الزيادة بشيلها من الاطراف وهنبتدي نقطع زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده هنقطع كده بعد ما هنقطع العجينة كلها بالشكل ده بناخد بناخد القطع اللي احنا قطعناها وهنبتدي نلفها شايفين حلفها بالشكل ده كده 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 وبعدين باخدها بلفها كده وبشوية مية ودقيق بقفلهم كده من هنا كده هو فده بيكون شكلها كده حسيب العجينة بتاعتي في الصنية تخمر تاني لازم تخمر تاني وبعدين بعد كده بدخلها الفرن على درجة حرارة مية وتمانين وده بيكون شكلها بعد ما بتخلص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر